بعد قرابة عام من إقامته في القاهرة عاد محافظ تعز نبيل شمسان لممارسة مهامه في المحافظة التي تعيش أزمة مركبة يتداخل فيها السياسي بالأمني لتلتقي جميع التقاطعات عند نقطة الوضع العسكري منذ وصوله قبل أيام اكتفى المحافظ نبيل شمسان بزيارات ميدانية لبعض المنشآت الطبية والتعليمية والعسكرية ومتابعة العمل في تلك المرافق لكن أبناء تعز لم يسمعوا تطمينات كافية بشأن الملفات التي تؤرقهم والتي تنتظر معالجة حقيقية لإحداث تغيير منموس لواقعهم المر في ظل الفشل الذي قدمته السلطة المحلية خلال الفترة الماضية وبوصفه الملف الذي تنتج عنه جميع المشاكل فإن ملف استجمال التحرير وفك الحصار عن المحافظة ينتظر عملا جديا هذه المرة فبعد وصول الحرب إلى نقطة لاحاسم وتوقف معركة التحرير انشغلت القوات العسكرية في تعز بالصراعات الداخلية وتوفرت البيئة المناسبة لنمو حالة من الاستقطاب السياسي المدفوع بحسابات حزبية مرتبطة بأجندات إقليمية وفي حين تتصاعد حالة الاستقطاب في تعز يبقى حصار ميليشيا الحوثي يلقي بظلاله الكارثية على حياة المواطنين في المحافظة بانتظار حلا يبدو أنه لن يأتي إلا بعودة العمل العسكري ملف المخى ومحاولات عزل المناطق الساحلية عن تعز هو الملف الساخن على طاولات السلطة المحلية هذه الأيام وربما يكون هذا الملف هو معيار الحكم على المحافظ بالإضافة إلى ملف مقتل العميد الحمادي الذي ترفض السلطة المعنية الكشف عن نتائج التحقيق دون إبداء أسباب مفهومة طول أمد الانفلات الأمني في تعز أفرز وضعا انتشرت فيه العصابات والمسلحون خارج إطار الدولة ويرى مراقبون أن كثيرا من هذه العصابات ما كان لها أن تظهر بهذه القوة لو لم تكن محمية من قوى وشخصيات نافذة داخل أروقة السلطة في المحافظة وعلى الرغم من الآمال التي حملتها عودة المحافظ نبيل شمسان إلا أن الواضح أن مشكلة تعز أكبر من مسألة عودة المحافظ إذ أن ما يحدث في المحافظة يبدو صورة مصغرة من مشكلة البلد بأكمله وما لم يتم إيجاد حل شامل للخروج من هذا الوضع فإن مشكلة تعز ستظل مرشحة للتصاعد